السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المنير في النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي طبعة جديدة شتنبر الفاني وعشرون إذن نبدأ اليوم بالتقويمين التشخيصي والدعم أو التقويم التشخيصي والدعم الوقائي في الصفحات ستة وسبعة من كتاب المنزل إذن ننتقل إلى الصفحة السادسة حول التقويم التشخيص إذن لدينا علوم الحياة في النشاط الأول والتاني إذن النشاط الأول يقول تمثل الصورة جانبه نباتاً زهرياً أملأ الجدولة الآتية بوضع أسماء أجزاء النبات ودورها في الجدول إذن لدينا من خلال الصورة فالجزء الذي رقمه واحد هو الزهرة إذن الزهرة ما هو دور الزهرة تعطي التمر تعطي أو تتحول إلى تعطي التمر أو تتحول إلى تمر الجزء الثاني هو الساق ما هو دور الساق؟ يحمل الأوراق والتمار والأزهر ثم الجزء الثالث هو الأوراق ما دور الأوراق هي مصنع الغداء إذن مصنع الغداء على مستواها يتم صنع الغداء ثم يتم توزيعه على باقي الأجزاء ثم الجزء الرابع هو الجدور إذن ما هو دور الجدور؟ الجدور تثبت النبتة في التربة تثبت النبتة في التربة وأنها تمتص كذلك الجدور تمتص الماء والأملاح المعدينية إذن الجدور هي التي تمتص الأملاح من التربة لكي يتم توزيعها على باقي الأجزاء إذن ننتقل إلى النشاط الثاني أكتب تحت كل صورة صفة وراثية أو صفة غير وراثية إذن لدينا حمار وحشي لون فرويه إذن هذا اللون الفرويه هو صفة وراثية لأنه يظهر عند كل الأنواع من الحمير الوحشية إذن صفة وراثية شكل الأنياب بالنسبة للذئب فهو حيوان لاحيم فشكل الناب دائما بحاد وكبير يعني دائما لأنه يتغدى على اللحم بالتالي فهذه الصفة وراثية يعني بتعبير آخر يعني لا يمكننا نلقى الدئب مثلا يكون عنده قضيب عظمي كما هو الشأن بالنسبة للحيوان العاشيب إذن دائما لأنه سيتغدى على اللحم عدد الأوراق عدد الأوراق ليس صفة وراثية إذن هو صفة غير وراثية لماذا؟ لأن هناك بعض النباتات تكون عدد أوراقها كثيرة هناك بعض النباتات حسب الظروف يعني الظروف هي التي تتحكم ليست صفة وراثية لون البتالات إذن عندما تكون مثلا الوردة لونها أحمر فالبتالات تكون يعني هي صفة وراثية لون البتالات صفة وراثية عندما نزرع مثلا بودور لوردة أو زهرة حمرة فإن كل تلك الورود تخرج بلون أحمر وإذا زرعنا الصفر تخرج الصفر إذن هي صفة وراثية عدد حبات القمح ليست بصفة وراثية إذن صفة غير وراثية غير وراثية لماذا؟ لأن هناك حقل مثلا نزرع فيه حبوب وتكون عدد السنبولات غنية بعدد حبات القمح وإذا زرعناه في حقل آخر مختلف في ظروف مختلفة فإننا لا نحصل على نفس العدد وبالتالي فهي صفة غير وراثية ننتقل إلى السؤال أو النشاط الثاني إذن العلوم الفيزيائية أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة المغناطيس يجدب إبرة حديدية نعم المغناطيس يجدب الحديد إذن مادم يجدب الحديد والإبرة حديدية فهذه العبارة صحيحة المغناطيس يجدب قطعة ألومينيوم خطأ لا يجدب المغناطيس الألومينيوم فمن خاصية الألومينيوم أنه لا يجدبه المغناطيس المغناطيس يجذب اللداء لداء يعني البلاستيك فكذلك المغناطيس لا يجذب اللداء الخشب موصل للسيار الكهربائي إذن هذه الجملة كذلك وهذه العبارة خطأ لأن الخشب لا يوصل للسيار الكهربائي ولا الحرارة الحرارة بشكل مردي النحاس موصل للسيار الكهربائي نعم صحيح لأن الأسلاك الكهربائية غالبا ما تصنع من النحاس لأنه موصل جيد للطيار الكهربائي إذن ننتقل إلى تالة علوم الأرض والفضاء تمثل الصورة جانبها المجموعة الشمسية أحدد رقم كوكب الأرض إذن رقم كوكب الأرض في هذه الصورة هو رقم أربعة إذن الكوكب الذي نعيش فيه هو الأرض إذن رقمه أربعة على ما تدل مسارات الكواكب تدل على تدل المسارات تدل على أنها تدور حول الشمس تلك المسارات دليل على أنها تدور بشكل بيضاوي أو إهللجي حول الشمس السؤال جيم ما أهمية الشمس بالنسبة لكوكب الأرض إذن الشمس تزود تزود الأرض بالضوء والحرارة هي التي تعطينا الضوء والحرارة بالنسبة للأرض وبالنسبة لباقي الكواكب إذن ننتقل إلى صفحة الموالية وهي صفحة سبعة في حصة الدعم الوقائي إذن أولاً عدوم الحياة المشاط الأول أذكر ثلاثة طرق تمكن من الوقاية من مرض كوفيد 19 إذن أولاً التباعد الاجتماعي يعني أن تكون المسافة بين الناس إذن التباعد الاجتماعي إرتداء الكمامة ثم استعمال معقم إذن هذه العناصر الرئيسية التي نستعملها استعمال المعقمات يعني معقمات سواء العيدي أو القرشل إذن هذا نعيشه بطبيعة الحال في هذه الظروف نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البوباء إذن نشاط إثنان أثناء نزهة في حديقة الحيوان لاحظ التلاميذ أيلاً هذا يسمى الأيل يتوفر على الصفات الآتية فرون بني قرن مكسور إذن قرن مكسور يعني القرن يالترز قوائم طويلة يعني عنده القوائم طويلة في الأرجل علامة جرح على ظهره إذن علامة جرح هي هذه على ظهره إذن أحدد الصفات الوراثية إذن الصفات الوراثية هي فرون بني ماذا يعني بصفة وراثية يعني كل الأيلات تولد بفروين بني هذا هو المعنى ديال لأنها صفة تولد من طرف الأبناء عن الآباء هذا المقصود بالفرو البني قرن مكسور هذه صفة غير وراثية لأننا ماذا هذا الأيل كسرت قرنه فهذا يعني أن كل الأيل ستولد مكسورة القرن إذن بالتالي فهذه الصفة غير وراثية قوائم طويلة نعم فكل الأيل لا ستجدها قوائمها طويلة إذن هذه الصفة وراثية علامة الجرح ليست علامة الجرح إذن هنا هذه مكتسبة يعني هناك ضد ديال وراثية مكتسبة يعني تم اكتسبها من الحياة اليومية إذن علامة الجرح على ظهره هذه ليست صفة وراثية ننتقل إلى النشاط الثلاثة قامت زينب وعمر بزرع بودور الفاصولية في الوسطين المبينين في الصورتين إذن هذا الوسط قطم جاف ماذا يعني جاف غير مبلل لا يوجد فيه ماء ولا أملح معدينية بينما في المناولة نتاع عمر عندنا قطم مبلل إذن ما نتيجة كل مناولة إذن يعني البدور البدرة تحولت إلى نبتع إلى نبتع في الوسط المبلل ولم تتنبت في الوسط الجاف إذن لأنه جاف لا يوجد به ماء مقصود بجاف قطم لا يوجد به ماء أفسر الاختلاف بينهما إذن كيف نفسر هذا الاختلاف إذن نفسر أن الماء ضروري في عملية الإنبات وعندما نتحدث عن الماء كذلك فيه أملح معدينية غالبا إذن ننتقل إلى ثانيا العلوم الفيزيائية أكتب صحيح أو خطأ أمام العبارة المناسبة يتكون الخليط المتجانس من مواد يمكن التمييز فيما بينها إذن خطأ الخليط المتجانس هو الذي لا نستطيع التمييز بين مكوناته بالعين المجردة الحقيقة سنجد هنا بالعين المجردة لأنه يتميز باستعمال ميكروسكوبات أو شيء آخر أو عدسات إلى آخر إذن هذه الجملة نعتبرها خطأ لأن خليط المتجانس لا نستطيع التمييز بين مكوناته يلعب الماء في ماء مالح في محلول مالح دور المديب بينما الملح يلعب دور المداب إذن صحيح لأن الماء هو الذي يديب الملح ويفككه إذن هذه الجملة صحيح عندما نديب قطعة صغيرة من السكر في لتر من الماء يزداد حجم الماء يعني صراحة يزداده لكن بشكل قليل يعني باش نقوله أنه ما تزداد الحجم وما تزداد الكتلة فهذا غير صحيح لأن لابد تلك القطعة الصغيرة من السكر ستزيد من حجم الماء وبالتالي أنا أعتبر هذا صحيح سيزداد حجم الماء ولو ببعض المليلترات إذن التسخين والتحريق يرفعان من سرعة دوابان السكر في الماء نعم عندما نحرك ولهذا تجدون عندما نضع السكر في القهوة قهوة في المائدة على المائدة يعني من أجل تسريعي الدوابان وإلا سيبقى السكر مترصبا في الأسفل وسيدوب عبر مدة وسيتطلب ذلك وقت طويلا كذلك التسخين عندما نضع قطعة السكر مثلا عندما في تحضير الشاي مثلا تدوب بسرعة عندما يكون الماء ساخن بينما تدوب بصعوبة وعندما يكون الماء بارد إذن صحيح هذه الجملة صحيح دوابان قطعة سكر في الماء أسعر أسرع من دوابان سكر متقوق خطأ فالسكر المتقوق يدوب بسرعة يعني سندة كيدوب أسرع من قطعة السكر إذن هذه الجملة خطأ ينتج عن الاحتراق تغير في المادة نعم إذن صحيح إذن هنا ما كنتجت عن تحول مثلا فإذا كان أخذ قطعة جاليد وكنحطها تنصاهر إذن تتحول إلى ماء هنا كنقوله وقع تحول فيزيائي بينما الاحتراق كيعطينا تغير في المادة ما دعني هذا؟ أننا كتكون عندنا بعض المتفاعلات وتظهر مناواتج أخرى يعني كتتحول النتائج كي يظهر لنا الكاربون كي يظهر لنا الماء مثلا عند احتراق الشمعة مثلا كي يمشي دك الشمع وكيعطينا نتائج أخرى لأن الاحتراق هو تحول كيميائي وليس فيزيائي يوجد الماء في الطبيعة على حالته الصلبة والسائلة فقط خطأ إذا قلنا فقط أذن يكون خطأ لأن هناك الحالة الغازية وبالتالي فيجب التطرق كذلك للحالة الغازية إذن ثالثا علوم الأرض والفضاء أملأ الفراغ بما يناسي عندما يكون فصل الشتاء في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية يكون فصل الصيف إذن يكون فصل الصيف هذا تطرقنا إليه في السنة الرابعة كذلك عندما يكون فصل الخريف في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية يكون فصل الربيع في الجزء الجنوبي وفي هذا إذن هناك يكون عندنا صيف الشتاء وهناك يكون عندنا خريف وربيع إذن هذا كل ما يتعلق بهذا التكوين التشخيصي والدعم الوقائي من كتاب الماشرات العلمي للسنة المنير في الماشرات العلمي للسنة الخامس التدائي طبعة 2020